مجلس الوزراء مجلس الرائدة والطموحة التي تعكس رؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وتؤكد حرصه المستمر على أهمية مواصلة تطوير الكوادر الوطنية عبر الاستثمار الأمثل في العنصر البشري باعتبارهم ثروة الوطن وأساس نمائه مشيرا إلى أن البرنامج يعنى بصقل وتطوير خبرات الموظفين الذين يتم اختيارهم بما يواكب متطلبات التنمية ويصبوا في مسار تحقيقها وأوضح المحميد أن البرنامج يستقطب الطاقات البحرينية في القطاع العام بهدف إعدادهم استراتيجيا لاكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات القيادية عبر انتدالبهم في المكتب لمدة عام كامل وانخراطهم بالعمل بصورة مكثفة في البرنامج التدريبي المكثف على يد أبرز الخبراء إلى جانب لقاءاتهم المباشرة مع صانعي القرار في الحكومة وانوه المحميد بمخرجات البرنامج من المشاركين السابقين والذين يسهمون بما تعلموه من مهارات وخبرات من البرنامج في مساعي تنمية وتطوير العمل الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة متمنيا لمن سيتم اختياره ضمن الدفعة الثامنة التوفيق والنجاح بتحقيق أهداف البرنامج والاستفادة الكاملة من البرنامج الجدير بالذكر أنه يمكن للراغبين في التسجيل من موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة تقديم طلباتهم للالتحاق بالبرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب رئيسي مجلس الوزراء www.bmo.gov.ph إيمان بأهمية الاستثمار في طاقات شباب وشابات الوطن وسعي للارتقاء بالعاملين في القطاع الحكومي هي رؤية تبناها ويحرص عليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ولذلك جاء برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية دافعا للخراط الموارد البشرية الحكومية في صلب عمل حكومة مملكة البحرين ومنذ عام 2015 وتماشيا مع رؤية سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله انطلقت أول دفعة من البرنامج لتخوض التجربة التي تعزز من الكفاءة وترفع من القدرات وذلك من خلال العمل في مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء وهو الأمر الذي جاءت نتائجه رفض حكومة مملكة البحرين بكوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة البرنامج صمم من أجل انتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة من الجهات الحكومية لمدة عام واحد وتدريبهم على مستوى عال بهدف إعدادهم استراتيجيا لاكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات القيادية وانقراطهم بالعمل بصورة مكثفة في البرنامج التدريبي المكثف على يد أبرز الخبراء وعاما تلو الآخر يشهد البرنامج إقبالا كبيرا من قبل المتقدمين وهو يعكس مدى ما حققه البرنامج من نجاح منذ انطلاقته عام 2015 وإلى يومنا هذا فهو البرنامج الذي أسهم في تشجيع القيادات الواعدة في القطاع الحكومي خدمة للوطن فمن التحق سابقا من منتسبي البرنامج يواصلون عطاءهم ومن يقبل على هذه التجربة الفريدة والنوعية يؤكد حرصه على التطور واكتساب المزيد من الخبرات ثمارة من ثمار رؤى وأفكار سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واستثمار في الكوادر الوطنية الواعدة والمتميزة ورفض للمساعد تطويرية بكل إبداع وابتكار في برنامج يسقل المهارات ويهيئ شباب البحرين للقيادة في أي مكان وزمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر